مكياج الموت هذه القصة موجودة في سفر ملوك الثاني إصحاح تسعة تعتبر إزابيل أخطر وأشر امرأة في التاريخ إنها تجسيم للشر إنها الوحش الكاسر متخفية وراء جمالها إنها مثل الأفعى التي تنفث سممها القاتلة إنها المرأة الشيطانية لها قلب حجري بلا شعور هي الملكة إزابيل زوجة آخاب أشر ملوك إسرائيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين وأيضا كان كاهنا للبعل ويعبدون الإله بعل والإله عشترود وكان لهم خدم كثيرون من كهنة البعل في إسرائيل 450 كاهن وأربعمية لخدمة عشترود كان يحكم آخاب المملكة الشمالية مملكة إسرائيل العشر أصباط وقد ارتكب أخطر قرار بزواجه من إزابيل مكتوب وكأنه أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يارب عام بالنباط حتى اتخذ إزابيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة وعبد البعل وسجد له كانت إزابيل مجرمة وقاتلة حاقدة وكارهة لإله إسرائيل لقد قطعت إزابيل أنبياء الرب وقتلت نبوت إليزرائيل لأنه لم يبع الأرض لأخاب قتلته بدم بارد استخدمت أسلوب الكذب والخداع باسم الدين حتى يرجم نبوت إليزرائيل ويرث أخاب بل هددت النبي إلي بالقتل مما اضطر أن يهرب لحياته لأنه يدرك مؤامراتها وحيالها وخداعها لقد فتن الملك أخاب بسحرها وجمالها وقوة شخصيتها استسلم أمام جمالها وخضع لها مع أنها كانت عنيدة متكبرة متعجرفة متغطرصة لكنها طموحة وطماعة استخدمت أسلوب الإغراء والإغواء مثل الحية قديما وكم من العظماء الذين استسلموا أمام جمال المرأة الساحر مثل يوليوس قيصر ومارك أنتوني أمام كيليو باترا المصرية كانت تملك إزابيل شخصية قوية طاغية كل من يرفض أو يقاوم انتهت حياته بلا هوادة كانت إمرأة موهوبة ذكية وداهية مكرسة لبعل وعشتروت لنشر رسالتها وديانتها في إسرائيل مما تسبب في الابتعاد عن الله والارتداد عن عبادته واستبدل بعبادة بعل بواسطة الإرغام والقوة والسيف والقهر لقد أغرقت البلاد في الفساد الأخلاقي من زنن وسحر كانت زوجة مسيطرة متحكمة ومتسلطة استخدمت جمالها وسحرها لتسيطر على آخاب وآخرون تعتبر إزابيل رمز وتجسيد للشر وأسست عائلة شريرة وصلت السيطرة حتى إلى ملوك يهوذة من خلال زواج ابنتها عثلية الملك أغزية ابنها الأكبر الذي عبد البعل ويرام كان صورة طبقا عن أمه كانت تدبر المكايد والغدر والاغتيالات والدسائس والمذابح إنها حقا شيطانا لها تأثير رهيب وطريقها طريق الموت والدمار والشر والفساد طماعة وقاسية إنها أقدم متطهضة من اللواتي قتلنا وأرقنا الدماء مثل الأنهار كما قال إلي للرب تركوا عهدك نقدوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف وهم يطلبون نفسي ليأخذوها إنها المقاومة للرب وشعبه لكن كما تنبأ رجال الله على عائلة آخاب أنها ستنتهي بمأساة وميتة شنيعة لقد أقام الله يهو بن نمشي كما تنبأ إلي النبي عنه وكان الأداة للقضاء على كل بيت آخاب لقد تمرد يهو وقتل الملك أخذية وقتل الملك يهورام وأيضا قتل آخاب بالحرب ولحست الكلاب دمه كما تنبأ إلي والنبي ميخا بن يملى أيضا لقد عين ياهو ومسح لينتقم ولينفذ العدالة الإلهية ضد بيت آخاب عندما وصل ياهو إلى بيت إزابيل وكانت تعلم أنها على وشك الموت فلقد صممت أن تموت بكبريائها بدون توبة أن تموت كمالكة فزينت رأسها وكحلت عينيها وارتدت الثياب الملكية ووضعت التاج كما فعلت كليوباترا وتطلعت من الكوة لتزدري بياهو قائلة بصوت ساخر أسلام للزمر قاتل سيده لكن ياهو لم يبالي بل صرخ من معي؟ من؟ فقال اطرحوها ماتت إزابيل المجرمة والطاغية حقا إنها أشر النساء على الأرض ماتت ميتة شنيعة لقد أكلتها الكلاب وتمت النبوة حقا إنما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وأن أجرت الخطية موت أين ذهبت الزينة والجمال لقد قتل ياهو جميع أبناء آخاب سبعون ابنا وقتل بمكر جميع كهنة البعل في إسرائيل لكن تبقى روح إزابيل تعمل حتى آخر الزمان كما هو مكتوب في سفر الرؤية الإصحاح الثاني لقد أصبحت روح إزابيل رمز للانحراف والسيطرة والتسلط رمز للوثنية والتجسيد للشر روح الكبرياء والمقاومة روح العنف والقتل لشعب الرب روح الفساد وروح الشيطان مهما تزينت من تصفيف الشعر والملابس المزخرفة والتاج الملكي والمكياج الجميل إلا أنها وصفت وتكون جثة إزابيل كدمنا على وجه الحقل في قسم إزرائيل حتى لا يقول هذه إزابيل لم يبقى من جسدها إلا جمجمة لتكون عبرة ودرس لكل الأجيال حقا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح ماذا نتعلم من قصة إزابيل إنها تحذرنا من مخاطر التعدي على الله وعلى شعب الرب وتحذرنا من التلاعب مع الله إنه يرى ويعرف كل شيء أعراض الناس ليس ملكة لأشخاص يملكون القوة والسيطرة لاستباحتها كل عمل له نتيجة لقد زرعوا الشر والفساد وحصدوا الضمار والهلاك إنها عبرة نتعلم منها على مر الزمن أن ننتبه ونحضر أن نصنع الحق والرحمة وأن نكون منصفين مع كل الناس وأيضا لا تمسوا مسحائي مكياج الموت أحبائي هذا كله فاني من التراب وإلى التراب نعود فهل تنظر إلى الله وتطلبه ملكا وربا على حياتك إذا كنت تحتاج لمساعدي اكتب لنا وشارك هذا الفيديو مع الآخرين الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر